السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس عمار العدوان مدرس مادة الرسم الهندسي جزئية الأوتوكاد تمام حابيت اقول معكم هذا الفيديو هيك سريع بسيط عشان اوضح في شوية تفاصيل بتخص مادة الأوتوكاد بتخص بالتحديد مادة المترم تمام بتخص بالتحديد مادة المترم كثيرا عم تجيين تساؤلات وخصص مادة المترم انه المادة مش كاملة كيف ممكن ادرس على المترم ومن هاي الشغلات بالبداية هيك بدي احكيتكم هيك شغلة بسهلة وبسيطة عن الفيديوهات الحالية الموجودة والمسجلة انا عندي نوعين من الفيديوهات المسجلة اول نوع اللي هو موجود على موقع يونيفلكس تمام يونيفلكس والموقع الثالي الموجود على يوتيوب تمام اللي هو على قناة طيب شو الفرق بين هذا الموقع ويوتيوب بالبداية لو رحنا على موقع يونيفلكس تمام على كورس الرسمي الهندسي في انا عندي بداية شرح المادة للأوتوكاد شرح انه كيف ادعمل داولود الأوتوكاد في 2019 بالاضافة انه اردي انا شرح اللي هو موضوع كيف ممكن اعمل احدث نسخة في 2024 مع الهدوكيشن عن طريق اللي هو ايميل الطالب تمام شرح اول شيء فا احنا شرحين تقريبا لعد موضوع الليارز اللي هو شيء تهداش بعد شيء تهداش موضوع الليارز على موقع يونيفلكس تمام تمام هل هاي الفيديوهات كبداية كافية نعم كبداية كافية لان مشارحين احنا اوليدي line command, circle command, modify command هاي اهم الكوماند تقريبا بيتفيدك المترم exam بالاضافة للأوتوكاد ليارز تمام تمام هل هاد الاشي فقط بالمترم exam لا يا استاذي مش بس هاد الاشي موجود في المترم exam طيب فعنا شغلات ثانية هاي الشغلات الثانية انا اوليدي شريحها وين شريحها على اليوتيوب تمام تمام ايش هاي الشغلات فعنا ايش اسمه block في ايش اسمه hatch فعنا dimensions فعنا scale كل هاي الشغلات انا شريحها خلنحكي باول فيديو خلنحكي بالبليلست الخاصة بالاوتوكاد يلي هي اوتوكاد او خلنسميها اوتوكاد او 2d اوتوكاد فعنا فيه فيديو هاد الفيديو كثير مهم اسمه اوتوكاد setup for midterm exam شارح فيه كل اشي بهمك للمترم exam وكيف ممكن تحصل اعلى علامة في المترم exam بطريقة ذكية بحيث انك ترسم وتحصل العلامات وشارح فيه تقسيمة علامات المترم exam هاد اهام فيديو طيب في عندي انا كمان انا في عندي اتناشر فيديو او في عندي غيره اقل هاد الفيديو انا في عندي عشر فيديوهات هاي العشر فيديوهات past papers تمام شو هاي العشر فيديوهات past papers هاي لنك الفايل تبع past papers موجود بالبليلست تمام هاد اطل لك رسمات past papers تمام اه اه يعني الجديدة بالدوسية وكمان past papers قديمة وشارحها وين شارحها في هاي الليست هاد بالنسبة لموضوع ايش بالنسبة لموضوع المترم اكزام اذا الاستاذي انا بدي اول اشي خلنحكي اتأسس اللي هو ال basics video وموقع uniflex بس اطقل خلنحكي البداية هاي الفيديوهات بقدر اني اتوجه على يوتيوب احضر موضوع اللي هو فيديو mid term exam واحضر past papers تمام وهيك انا بكون ان شاء الله بضمن 25 من 25 بامتحان mid AutoCAD تمام تمام يعني هاد هيك فيديو سريع بسيط اه حكيت فيه عن موضوع اه المترم وعشان صاير شوية اه الطلاب كثير شوية عم تسأل فحبيت اني اوضح هاي اه الامور من خلال فيديو بسيط ان شاء الله هيك اكون وضحت النقاط اللي شوية فيها عند الطلاب لبس وان شاء الله يعني بشوفكم بمالت الفاينال اه اذا كان لنا لقاء قريب وإلى اللقاء بفيديوهات اخرى ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة